لتحقيق المصالح المشتركة أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد سوداني على ضرورة البناء على ما تم إنجازه من مشروعات مشتركة ضمن آلية التعاون الثلاثي أيضا المباحثات الثلاثية التي عقدت على هامش الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة شددت على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات غير المنجزة وتدليل العقبات أمامها كما تناولت المباحثات أهمية استدامة آليات متابعة تنفيذ المشاريع على مستوى الوزراء والمسؤولين في الدول الثلاث خصوصا في مجالات الربط الكهربائي والطاقة والأمن الغذائي وبما يحقق التكامل على المستوى الإقليمي